الرب ليه فلا أخاف ما يزي يسمع بإنسان جميل أولا الرب ليه بس المهم بإيه أنا أكون ليه أنا لحبيب وهو إيه وهو ليه بس قبل هو ليه أنا إيه أنا له وده اللي بنقوله في صلاة مصر الليل في المزمور الكبير بنقول إيه لك أنا يا رب فخلصه بيقوله دي أجمل صلاة أقول لربنا لك أنا يا رب مش هروح لربنا أقوله احتياجاتي إيه ولا أنا تعبان من إيه لا لا أروح أقوله في الأول خالص أنا ليك ولما أقوله أنا ليك خلاص رميت كل مسئولياتي كل مشهولياتي كل أحمولي وأتعب علي أنا لما أروح له أقوله أنا ليك خلصت خلوط ليه إذا كنت أنا بتاعك يا رب أنا ليك أنا عايزة أي تاني مش هزا أكثر من كده فيه اتجاهات الخوف بيقول هنا فلا أخاف ايه اتجاهات الخوف بيقوله فيه أربع اتجاهات رأسين اتجاه الأول اتجاه الاحتياجات اتجاه الاتاني اتجاه الناس اللي أنا بخاف منهم اتجاه ال3 المرض اتجاه ال4 الموت اتجاه الخوف الرؤسي 4 الاحتاجات الناس الخوف المرض الموت دول الإنسان عادة بيخاف منه ممكن تكون أسباب تاني بس دول أهم 5 حاجات الاحتاجات واحد بيخاف أنه ما تستددش احتياجاته المدرس دخلة المسؤولات كتيرة الولاد المستقبل كل ده احتياجات والإنسان لي ثلاث أنواع من الاحتياجات احتياجات مادية أكل وشرب ولفس ده ربنا يسوء قال عليهم أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون هذي وكلها ما تخافش هو عارف طيب الحاجة التانية احتاجات نفسية لو ما يابسة ومعها سلامة خير من بيت مليان دبايح ومع ايه خسر ده الاحتياجات النفسية أهم من احتياج الجسد طيب في احتياج ثالث احتياج الروح ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله بكل احتياجات الجسدية بكل احتياجات نفسية نخسر نفسه هذا أهم حاجة عشان كده بنقول الاحتياجات المادية احنا بنعتمد على العناية الأبوية أبوكم السماوي يعلم الاحتياجات النفسية بنعتمد على حضور ربنا معنا الحضرة اللي هي احتياجات الروحية بنعتمد على المجادة السماوية ملكوت الله وضرها وهزم كلها تنزل لكم ده أول اتجاه للخوف تاني اتجاه اللي هو الناس ايه أكتر واحد ممكن نخاف منه قالك زمان كده في الكتاب المخدس ايه أكتر واحد نخاف منه قالك الملك ربنا قال ايه علمنا بحاجتين لطاف قوي قوي قال أنا هاخد اتنين ملوك واتنين ملوك متجبرين شوية واشتغل معاهم عشان انقذ ولادي هاشتغل معاهم شغلة كده لطيف قوي ايه هو يا رب قال النوم النوم يعني ايه قال واحد منهم انا خلينا ميزحش لحد ما اتمم شغلة اللي هو مين شاول شاول وجنوده داود عايز يثبت له انه هو مش عايز يثبت فقال لابي شاي قاله تعالى ناخد من عند شاول الكوز بتاع الميا بتاعه والرمح ونروح بيه ونرجع الورا والنادى عليه ونقول له اه هو الحاجات بتاعتك لو كنت عايز هذيك انا معايا الرمح بتاعك وعشان تثبت لك ان الرمح بتاعك الكوز اللي كنت بتشرف فيه طيب نعمل ايه دا احنا هنروح والجيش كله موجود دا اي كده هزة على طول هيقوله الحق دا حد جاي ويقومش اقوله ويموت ابي شاي مع داود لكن يقول ايه ثبات الرب وقع عليهم ربنا قال لهم محدش يسعى لحد ما قول ادي اول ملك تاني ملك دا كان بيملك على 127 كورة في صفر استير احشويرش الملك ملك مشهور كان دايما بقصوته وفزسته جدا ربنا عمل معاه ايه في الموت يقول عمقه في النوم قاسف يقول عنه ايه يقول طارى نوم الملك طارى نوم الملك الملك الاولاني واقع عليه ثبات هو اللي معاه الملك التاني ربنا طير نوم طيب صحي قال لك ايه انا عايز اتسلى ماشي جاي ننوم طيب فيه كتير جدا يا مالك حاجات تتسلى بيها حفلاتهم لا لا انا عايز حد يقرأ لها حاجة طب فيه كتب كتير لا انا عايز حد يقرأ لها اخبار المملكة طب فيه صفحات كتير قال لا تيجي الصفحة بقى ربنا يجيب الصفحة اللي مكتوب فيها اللي مردخاي انقذوا من مؤمرك الممكن يوض فيها ايه ايه العظمة دي يا رب ايه التدبير دا قال لك ما تخافوش لا ملك ولا غير ملك الرب ليه فلا اخاف ماذا يصنع به انسان مهم جدا بس العايز اقوله كمان المحبة تفتد الخوف احنا مش معناها ان ما نخافش من الملوك ولا الرؤساء معناها ان احنا يعني اه 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 نعملهمش كويس ولا نصلم ناجلهم لا كانوا زي ما قلنا قبل كده كانوا بيحرقوهم ويصوتوا ويصرخوا من القلم وهم بيقولوا نحن نحبك ايها القيسر عشان كده بنقول ان احنا بنخافش من الناس احنا بنحبهم والمحبة تفتد الخوف تالت حاجة المرض المرض دا في اية جميلة قوي بيقولها المسيح هذا المرض ليس للموت بل اجل مدى الله واحد يقول لي بس قالت عن العازر واقوم الموت لكن في ناس بتمرد وتموت هل لا يتمشي اقولك اه ليه لان مجد ربنا ان احنا ما عندناش احنا حاجة اسمها موت لا يكون او ليس موت العبيدة بل هو انتقال علشان كده خل المرض دايما لمجد ربنا واشكر جوه المرض هيحصل حاجة من اتنين يا شفاء يا انتقال لمجد علشان كده بنعمل كده اخر حاجة اللي هو الموت اللي احنا بنخاف منه ما نخافش لان ما فيش حاجة اسمها موت في حياة المسيحي الحقيقي الموت موجود فعلا في حياة الشرير اخرته موت الموت الابدي لكن في حياة المسيحي ليس موت بيقول له واحد انت مش بتخاف من موت قال لهم ازاي اخاف من حاجة مش موجودة ليس موت العبيدة ربنا يدينا التمأنية الكاملة في حضوره له كل ما جدوا كرامه لك ترجمة نانسي قنقر